اشتركوا في القناة يعني طبعا الأهلي كان خاض مباراته الودية الأولى أمام فريق باتريجات وقدر ينهيها لصالحه بنتيجة 5-1 إن شاء الله كمان هيكون فيه مباراة تالتة وأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد المباراة هتكون يوم 29 هتكون أمام فريق طلاقع الجيش يعني طبعا الفريق بيستعد بقوة للموسم الجديد اللي زي ما انتو قلتوا طبعا هيبدأ بالتحديد يوم 9 أكتوبر مبارح الفريق كان اختتم تدريباته قبل مباراة اليوم الودية بشكل عام مستر مارسل كولر المدير الفني للفريق وكابتن سيد عبد الحفيظ كان عادة كانوا حرصين على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق الميران عشان بقى يحدثوهم عن بعض الأمور الخاصة بالفترة القادمة كمان يعني خلوني أكلمكم أكتر عن التدريبات التدريب كان مبني على تأثيمة قوية بين اللاعبين وبعض التدريبات المتنوعة بالكرة يعني لو هنقول بقى هايلايت مران أمس كان مشاركة اللاعب أحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية وتعفيه من الإصابة يعني اللاعب كان عنده إصابة في العضلة الخلفية لكن خلاص أصبح جاهز للمشاركة مع الفريق في الموسم الجديد طبعا بنقوله حمد الله على السلامة وان شاء الله بقى يدعم صفوف الفريق في المرحلة القادمة كمان دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم أعلن عن جهزية اللاعب محمد شريف واللاعب محمد مجدي أفشا يعني مشاركتهم من عدمه في مباراة اليوم هتكون طبعا لأسباب فنية لمستر مارسيل كولر بنقولهم أيضا الحمد لله على السلامة ودي طبعا يعني أخبار صارة لجميع الأهلوية ده فيما يخص أخبار كرة القدم خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى والحقيقة نهوانده يا كريم أنه كان أسبوع حافل بالانتصارات للألعاب الأخرى بالنادي الأهلي خلونا نبدأ بلعبة كرة السلة ورجال كرة السلة بيحققوا فوز على فريق الاتصالات بنتيجة 77-59 ده طبعا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة يعني الحقيقة أنه بطولة منطقة القاهرة خير استعداد لرجال كرة السلة قبل انطلاق البطولة العربية البطولة هتقام في الكويت والنادي الأهلي هيغادر للكويت يوم 3 أكتوبر ونفسات البطولة هتكون من 15 عفوا من 5 ل 15 أكتوبر وكمان بقى خليني أفكر جميع مشاهدين بمجموعة النادي الأهلي النادي الأهلي بيقع على رأس المجموعة التانية ومعاه في المجموعة فريق الرياضي اللبناني فريق الغرافة القطري والميناء اليمني يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى يحتفظوا باللقب للسنة التانية على التوالي نروح لسيدات كرة السلة اللي أيضا بيفتتحوا بقى الموسم الجديد بالفوز على فريق مدينة نصر بنتيجة 83-39 المباراة الحقيقة كانت كبيرة جدا كالعادة سيدات كرة السلة تقلقوا بشكل كبير المباراة كانت بتقوم هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد على صارة الشهداء زي ما قلت ضموا مفسات بطولة منطقة القاهرة يعني طبعا بقى نتمنى لهم كل التوفيق في الموسم الجديد وان شاء الله يكون موسم حافل بالبطولات خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد ورجال كرة اليد بيحققوا فوز على فريق الجزيرة بنتيجة 6.32 حقيقة كان فيه سيطرة كاملة من رجال كرة اليد على المباراة يعني أنه الشوط الأول بنتيجة 18 عشرة والشوط الثاني بنتيجة 6.32 ضموا منافسات بطولة الدوري يعني دي هتكون آخر مباراة لرجال كرة اليد قبل بقى المغادرة لتونس استعدادا لبطولة إفريقيا منافسات بطولة إفريقيا هتكون من يوم 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر وزي ما قلت طبعا في تونس نتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد إن شاء الله بقى يعودوا لمصر مرة أخرى متوجين باللقب واستكمالا للحديث عن كرة اليد شباب كرة اليد 2004 مرتبط قدر يحقق فوز على فريق الجزيرة بنتيجة 33.32 هذا طبعا ضمن منافسات بطولة دوري مرتبط المحترفين يعني طبعا بنهنئهم عملوا الحقيقة مباراة كبيرة جدا إن شاء الله يستمروا بنفس هذا الأداء أخيرا بقى نروح للعبة كرة الطايرة والحقيقة أنه شباب وشبات كرة الطايرة بالنادي الأهلي عملوا مباريات كبيرة جدا في بطولة منطقة القاهرة وقدروا يفوزوا في جميع المباريات يعني الشباب 17 سنة قدر يحقق فوز على فريق اليوبلس بنتيجة 3.0 شباب 19 سنة قدر يحقق فوز على فريق الجيش بنتيجة أيضا 3.0 وشبات 18 سنة بالنادي الأهلي قدروا يحقق فوز على فريق صيد الطامية بنتيجة 3.0 في بطولة منطقة القاهرة يعني طبعا بنتمنى لهم أنهما يكملوا بنفس الأداء ويحققوا البطولات يعني يا نهوندو يا كريم دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية قبل ما اختم كلامي بقى حابة طبعا أقول زميلي العزيز جدا كريم كاجك كل سنة وهو طيب طبعا بمناسبة عيد ميلاده إن شاء الله دايما منور عشرة الصبح في الأهلي وشاشة قناة النادي الأهلي